اشتركوا في القناة بولاية فلوريدا الامريكية في حادثة وصفها الاطباء بالمعجزة واصيبت ماري ان فرانكو سبعون عاما بالعام التدريجي بعد اصابة بعمودها الفقري في حادث سيارة عام 1993 وبعد عقدين من الزمان تسبب حادث وقوعها على رأسها واجرائها عملية جراحية في استعادة بصرها وهو ما حير الاطباء الذين ما زالوا يحاولون معرفة كيفية حدوث ذلك واشارت صحيفة الى ان حادثة السيدة فرانكو جرى في اغسطس اب الماضي وتسبب لها بعجز حيث خضعت لعملية جراحية في عنقها قبل عدة اسابيع وانها ادركت انها استعادت بصرها بعد تعافيها من اثار التخدير وتقول ماري كنت عمياء بشكل كامل وبينما كنت اسير في غرفة المعيشة بمنزلي متجهة الى الباب انزلقت قدمي فجأة فسقطت على ظهري وارتطم رأسي بشيء ربما كان الموقد وقال جراح الاعصاب الدكتور جون افشر الذي اجرى العملية انه لم يكن يتوقع ان يتأثر بصر السيدة فرانكو واضاف ان استعادة ماري ان فرانكو بصرها تعد معجزة حقيقية واضافت ماري انها صارت ترى الاشجار والمنازل البيضاء من النافذة الصغيرة للمستشفى كما اعربت عن سعادتها الغامرة وعن فرحها بزوارها الذين وصفوها بانها السيدة المعجزة واشار جراح الاعصاب الى ان هناك نظرية يمكن ان تفسر الحالة الاستثنائية لماري فرانكو حيث رجح ان يكون حادث السيارة قد تسبب لها باصابة شريان فحبس تدفق الدم الى الجزء المتحكم بالرؤية في الدماغ وان سقوطها الاخيرة على رأسها قد ادى الى انسياب الدم على طبيعته اشتركوا في القناة